ذكرت جامعة جونز هوبقينز الأمريكية أن إجمالية حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 181 مليون و388 ألفا و2110 حالات هذا وأفدت الجامعة بأن إجمالية الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و928 ألفا وثمانية وأربع حالات وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليون و640 ألفا و493 حالة بينما بلغ إجمالي الوفيات إلى 604 ألف و115 حالة